بدأت اليوم في أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر RSA الدولي المتخصص في مجال أمن المعلومات والذي أقيم تحت شعار التواصل لحماية أمن المعلومات ويستمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من خبراء قطاع أمن المعلومات وكبرى شركات العاملة في مجال أمن المعلومات الزميل زكريا نعساني حضراء أعمال المؤتمر وعاد بهذا التقرير استراتيجية الأمن والعمليات والأمن الذكي وغيرها من القضايا المهمة استعرضها المشاركون في جلسات النقاش التي أتاحها مؤتمر RSA 2016 المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي المؤتمر وفي نسخته الثانية شهد حضورا بارزا لكبرى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لطرح الأفكار وتبادل الخبرات فيما بينها فيما ينعكس بشكل أوضل على أمن البيانات لمؤسسات المنطقة والعالم أنا أرى أن هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات المستقلة وهذا ما يعطيه قيمة كبيرة حيث يجتمع العالم ليتحدث عن أمن المعلومات لدينا ثلاث مؤتمرات حول العالم وأكبرها سيقاب في الولايات المتحدة في فبراير شباط القادم وسيضم أربعين ألف مشارك وهناك مؤتمر في سنغافورا ونحن اليوم في الإصدار الثاني من المؤتمر في أبو دابي أمن المعلومات والدور المتزايد له في البيئات الرقمية كانت الحاضرة الأبرز من أجل تغيير مشهد الأمن الإلكتروني على مستوى المنطقة وتطوير الممارسات للحد من التهديدات الحالية والمتوقع ظهورها في المستقبل المشاكل هي من أبسط ما يمكن المشاكل هي الثغرات الأمنية هالثغرات الأمنية اللي بيتم اشتكشفها من وقت لوقت عم بيتم استغلالها عن طريق أشخاص سيئين الحاكرز أو الأتاكرز وعم بيحاولوا يستعملوها كنقطة ليخترقوا هالشركات هاي ويتم سرقة معلومات فنحن كشركة مشاركين بالمؤتمر نلقي الضوء على المشكلة هاي ومنعه القدرة للشركات والأفراد أنه يكتشفوا هالثغرات الأمنية المشاركون طرحوا متطلبات مقاربة هيكلية ومشاركة فعالة على أعلى المستوى في المؤسسات الحكومية الكبرى والخاصة من أجل التكامل ووضع حلول التحديات المنوطة بأمن الشبكات على المستوى العالمي والمحلي والله المشكلة الآن أنه في تطوير مستمر ما بين الأشخاص أو المؤسسات أو الجهاد اللي بتصنع الهجمات الإلكترونية اللي هم الهاكرز والشركات اللي بتصنع الحلول اللي تحمي الشركات من هذه الهجمات الآن الحل الجذري مش موجود كلنا بنحاول نقدم حلول بسيطة متكاتفة تستطيع أنها تسيطر على أي هجم إلكترونية التهديدات الأمنية تشهد تزايدا كبيرا يوما بعد يوم ما يجعل الحاجة أكثر إلحاحا للاستمرار في العمل على عمليات أمن تقنية المعلومات بشكل موازن للتصدي لكل من يحاول العبث بمعلومات المؤسسات الكبرى والدفاع عنها بسرعة أكبر تحديات أمن المعلومات وتمكين الابتكار والنمو وقضايا ملحة أخرى ناقشها المجتمعون هنا في مؤتمر RSA في نسخته الثانية كبرى شركات التكنولوجيا اجتمعت هنا في أبوظبي من أجل إيجاد حلول لضمان مستقبل تكنولوجيا آمن في ظل التسارع الذي يشهده العالم لأخبار الآن زكريان عساني أبوظبي